هنعمل ايه اللي حيدخل حيبدأ في خلال شهر واثنين وثلاثة يتحلع هذا اللي يهم المواطن احنا حددنا واحد وتمانين مجموعة علاجية واحد وتمانين صنف دوائي هم دول اللي فيهم النقص النقص النهاردة علشان اقول ان ده نقص هل مفيش مسيل ليه مادة فعالة لا فيه مسائل يعني احد المواد الفعالة خلينا نسميها مش عايزة سمي الاسم العلمي الاسم التجاري لكن هسمي الاسم العلمي البيزوبرولول ده احد الادوية المشهورة جدا للقلب رصدنا فيه نقص دوائي فيه خمس مستحضرات بنفس المادة الفعالة ده وجده في السوق لكن اصرارنا على اننا اشتري الاسم التجاري هو ده اللي عامل ازمة احنا لازم النهاردة نغير الثقافة بتاعتنا ان احنا بدل من نروح للاسم التجاري نروح للاسم العلمي اي علبة مكتوبة عليها الاسم التجاري وتحتيها بخط اصغر الاسم العلمي هو ده اللي يهمني هو ده اللي بيعالج هو ده الفايدة هنا فبدل ما اروح للاسم التجاري للصنف اروح للاسم العلمي هو نفس المادة بس بدل العلبة مكتوبة علبة حمرة ممكن تبع علبة صفرة لشركة اكس واي زد هو ده اللي احنا عايزين ان يبقى ده ثقافتنا في الوقت ده ايه تاني مطلوب مننا مطلوب مننا ان هنغير حتة التخزين بتاعت دواء النهاردة اي واحد بيحس ان الصنف بتاعه بقى بيسأل عليه في صيدلية واثنين بقى بيخزن الدواء بدل ما ياخد استهلاك شهر بياخد ثلاث شهور دي مشكلة دي بتسبب في زيادة الاسم بعض المجموعات العلاجية وبعض الأدوية بعينها لها بدايل كتير جدا محلية انا مش لازم اروح للدواء مستورد ممكن نروح لدواء محلي كل دواء مستورد لبديل محلي احنا عاملين موقع على الموقع الهيئة اسمه طوافر حضراتكم تقدرات تدخلوا عليه بتكتب اسم الصنف بيظهر لك ايه المثيل بتاعه في عندنا رقم الهيئة خمستاشر تلتمية واحد عدرك بتتصل بخمستاشر تلتمية واحد بيرد عليك حد من الهيئة بيقول لك الصنف ده مش موجود او موجود في الصيدلية الفلانية بيوجهك لا ارى بصيدلية ولو مش موجود يقول لك ايه البديل بتاعه نداء ان احنا نتجه شوية الى الاسم العلمي بدل الاسم التجاري ترجمة نانسي قنقر